بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قلات المراعي تسمين العجول الأبقار الحلاب حلقة اليوم هنقول وداعا للقراد عند العجول الأبقار أو المواشية عامة تمام؟ هنكلم اليوم في موضوع من أقدر الموطعات على الحيوانات أو على السروة الحيوانية كاملة إنه هو موضوع القراد لصعوبة التخلص منه لأن دورة الحياة بتاعته صعبة ويمكن يقعد في الأرض من 6 إلى 8 شهور متتالية بدون ما يتغذى على أي شيء فأنت بنواجه حيوان يعني ممكن يعيش فاترات طويلة أو أشهر طويلة بدون ما يتغذى على شيء ويفضل عايش موجود معايا تمام؟ أول حاجة هنتعرف على الغزاء بتاع القراد ودورة حياة القراد وهنتكلم على كيفية التخلص منه هنتكلم على كيفية التخلص من القراد بس قبل ما يبدأ في الحلقة إن شاء الله ما تنسوش الإعجاب والتعليق واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يصل لكل جديد إن شاء الله أولا نتكلم عن القراد الغزاء القراد الوحيد وهو دم الحيوان دم الحيوان اللي هو بتطفل عليه وبيعمل له مشاكل كبيرة بيعمل له أنيميا ضعف عام في الجسم ضعف عام في المناعة يجعل الحيوان عرضا للأمراض يقلل اللبل عند الأبقار يضعف الشهية يضعف معدلات التحويل عند العجول بمعنى عام أنه أخطر أنواع الحشرات على الحيوان ويسبب حم الدم أنا عن تجربة شخصية حم الدم دي عانيت منها عشان أتخلص من القراد في الحوش ست شهور متتاليين كل خمستاشر يوم كنت برش كل خمستاشر يوم يعني معاناة المدة ست شهور متتاليين عشان أمنع الدورة دي فأنا زي ما استفدت حبيت أعمل فيديو عشان أفيد الناس تمام جيبة هنقول ملحوظة القراد الوحدة اللي تمتص القراد الوحدة اللي تمتص دم حيوان مصاب بحمة الدم حمة الدم يعني حيوان بنزل دم في البراز أو دم في البول تمام وده من أصعب أنواع الأمراض لأنه بيهدي الحيوان هاد كده وبيضع في الشهية فالقراد الوحدة اللي هي تمتص دم حيوان مصاب بحمة الدم بتنجل المرض ده إلى تمن أجيال منها تمن أجيال منها تمام هنقول دورة حياة القراد القراد الصغيرة اللي هي اليارقة بتتحول إلى حرية الحرية بتتحول إلى فطور الناد أو القراد الناد طيب اليارقة حجمها صغير جدا بتتغذى على جميع أنواع يعني جميع أماكن الجسم في الحيوان يعني أغلبية أماكن توجدها الرقبة في الظهر في الفخاذ في كل شيء في الرجول دي اليارقة صغيرة خالص وموجودة في كل أنحاء جسمية الحيوان طيب بعد ما تتحول إلى حرية الحرية تجدها مستطيلة أو مستطيلة بيضوية تمام مستطيلة أو مستطيلة بيضوية طيب الطور الناطط أو القرادة الكاملة ديها بتبقى موجودة في الأفخاذ وفي البطن وفي الديل في أماكن دولة في الأفخاذ وفي البطن وفي الديل حجمها تراوح من 3 إلى 8 مل هي بقولنا ينقسم إلى 3 أقسام وضحناهم ووضحنا أماكنهم طيب القرادة جماعة مش حيوان مش حيوان عادي ده حيوان بيسبب خسارة كبيرة في المزارع طيب القرادة الناطط بتمتصد دم حيوان بكميات كبيرة بتنجد كم بيضة بتنجد القرادة الوحدة من 2000 ل4000 بيضة تخيل أنت عند قرادة وحدة أنت ديت لك 4000 بيضة ل4000 بيضة طلع ده ب4 تنين 4 في 4 ب16 في خلال في خلال أشهر عديدة بيجي عندك 16 16 يعني هتم لمزرعة من أكبر المزارع ممكن قرادة وحدة هتم لمزرعة بالكامل طيب اليرقات قادرة على أنها تعيش بدون أكل المدد كدية اليرقة اللي هي الصغيرة تمام من 5 إلى 6 شهور وتتغذى على الحيوان لمدة 3 أيام يعني هي بتقعد تتغذى يرقة صغيرة بتقعد تتغذى على ده من حيوان لمدة 3 أيام وبعدها بتنزل تستخبى في الشقوق اللي هي موجودة في الروس وموجودة في الحطان وموجودة في الطوالة اللي بارتفاع متر على الأرض بارتفاع متر اليرقات قادرة تستخبى بتنزل وتستخبى في الشقوق المدد كدية من 7 إلى 12 يوم وبعدها بتتحول إلى حورية تطلع على الحيوان وبعد ما تطلع على الحيوان بتتغذى على تاني وتقعد عليه من 4 إلى 14 يوم من 4 أيام إلى 14 يوم هي موجودة تتغزى على الحيوان بعدها تنزل ويتحول إلى طور الناطد يعني قرادة كاملة متكاملة وتنزل بعد كده تنزل في الشجوك عشان تبيد من 2000 إلى 4000 بيضة من 2000 انت متخلقين رقم يا جماعة القرادة الوحدة قادرة تدمر مزرع بالكامل طفلات الدم دي مرض مكلف الرأس الوحدة بتصرف مبالغ ضخمة ده غير أنه بيهد اللبن بيهد اللحم لو عندك عجول اللحم بينزل كتير أنا بيتكلم عن تجربة أنا معاناة شديدة في المجال ده وبنصح ناس اسمع شهاهة الفيديو للآخر هتستفيد عرفنا طور الحياة تحت القرادة من يرقة بيجئت حرية من حرية بيجئت طور الناطر تمام آخر حاجة هنتكلم عنها اللي هي هي كيف التخلص من القرادة إزاي تتخلص أول حاجة عشان أول حاجة تعمله تشيل الرواس الموجود في الأرض التاب هترش المدد كل اسبوعين مرة خمس مرات هترش الحوش خمس مرات بس الأرضية هترش بمميد سام مميد سام في الأرضية تمام خمس مرات متتالية بين كل مرة ومرة خمس عشر يوم لعشان أنه خالص أنه وجوده في المزرعة نهائي ورش الحيوانة نفس القصة أدي بالحيوان أرشه بعد خمس عشر يوم أرشه تاني بعد خمس عشر يوم أرشه تاني تلت مرات الحيوانات وربعة بس الأرض وطوالة بارتفاع مت خمس مرات متدليين طيب الأدوة أفضل الأدوة عندي البوتيكس دلتانسرين دي كلها أدوة تمام أفضل أنواع الأدوة هي السلياسين تمام لإحتواءها على المادة الفعالة لإفرمكتيني بيحتوي على المادة فعالة المادة دي مضادة ضفايليات اللي هي القراض تمام هل استخدم مبيد حشري للأرض يكون سام والحيوان يكون آمن ومرشه للحيوان ثلاث مرات بين كل مرة ومرة خمس عشر يوم وفي الأرض خمس مرات متتالية بين كل مرة ومرة خمس عشر يوم طب ملحوظة أي حيوان جديد ما دخلوش المزرعة على دول لازم أدخله قبل ما دخله أكون راشه بالمبيد الحشري وأتكد أنني ما عليش أي قراض